ادت الحرب العسكرية بين الحكومة وميليشياتها مدعومة بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وبين مسلحي تنظيم الدولة الى نزوح اكثر من خمسة ملايين عراقي جمعوا لاحقا في عشرين مخيما وثق احصاءات الامم المتحدة وبالرغم من مرور نحو سنتين واعلان حكومة الاعباد السابقة القضاء على تنظيم الدولة في احتفال رسمي الا ان ملف النازحين مازال مفتوحا من خلال بقاء عدد من معسكرات النزوح التي يقطنها نحو مليوني نازح في اوضاع معيشية وخدمية مزرية القسم الاعظم منهم يخشى العودة الى مدنه بسبب سيطرة الميليشيات هناك او عدم وجود مأول لهم بعد هدم بيوتهم جراء العمليات العسكرية في عام 2015 اعلنت حكومة الاعباد عن تأسيس صندوق اعادة اعمار المناطق التي صنف عدد منها على انها منكوبة بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة وقدر البنك الدولي كلفة اعادة اعمار تلك المدن بنحو ثمانية وثمانين مليار ومائتي مليون دولار امريكي ليأتي بعد ذلك مؤتمر الكويت في شباط من العام الماضي حيث تعهد المشاركون بتقديم 30 مليار دولار على الاقل للسلطات في بغداد لكن النتائج على الارض تبقى كما هي منذ انعقاد ذلك المؤتمر الاجراءات الحكومية فيما يتعلق باعادة الاعمار واعادة النازحين الى مدنهم ما زالت خجولة جدا فما خصص من اموال لهذه المدن المدمرة في موازنتي العامين 2018 و2019 غير كاف سواء للإعمار او تعويضات المتضررين من الحرب ومما يسمى العمليات الارهابية حسب ملف النازحين واعادة المهجرين الى مناطقهم قضية لا تتعلق بضعف الامكانيات المالية للدولة او ببطء اجراءاتها فقط وانما هي قضية محل مساومات سياسية وفيها ابعاد اقليمية كما هو الحال في مدينة جرف الصخر التي ترفض ايران اعادة سكانها اليها بحسب تصريح ياد علاوي نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس اتلاف الوطنية